نتحدث من العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا الدكتور نبيل علي العتوم الخبير في الشؤون النووية مساء الخير أهلا بك معنا نتحدث عن قنبلة نووية أو هيدروجينية بداية ما الفرق بين الاثنتين طبعا هناك فرق كبير ما بين الاثنتين من ناحية الناحية الكيميائية والتكوينية لكلتا القنبلتين من ناحية القنبلة النووية قائمة على أساس الاندماج القنبلة الهيدروجينية قائمة على أساس الانصهار الحراري وهذه طبعا انصهار الحراري المبني على أساس التقنية المعمول فيها بالطاقة الشمسية وهذه طبعا تعطي قدرة حرارية هائلة وقدرة تدميرية خاصة نحن نتحدث عن القدرة التدميرية لكلتا القنبلتين يعني القنبلة الهيدروجينية تقاس بالميغا طون من حيث القدرة التدميرية بعكس القنبلة النووية التي تقاس من خلال الكيلو طون وبالتالي نحن نتحدث عن القدرة التدميرية الهائلة للقنبلة الهيدروجينية التي تصل إلى مسافات تصل إلى حوالي 2000 كيلو إلى 3000 كيلو متر مربع وهذا يعني طبعا أننا أمام أسلحة من نوع جديد لأسلحة الدمار الشامل على عكس القنبلة النووية التي ألقيت مثلا على هوريشيما ونقزاكي هذه طبعا القنابل لديها قدرة تدميرية تزيد عن أكثر من ألف مرة بحسبة رياضية بسيطة وبالتالي عندما نتحدث عن القنابل الهيدروجيني نتحدث عن جيل جديد من هذه القنابل لديه قدرات ليس فقط تدميرية بل أثار بعيدة المدى على البشرية جمعا لما استخدم في هوريشيما ونقزاكي أكثر عشر مرات من ماذا؟ من القنابل الهيدروجيني يعني القنبل الهيدروجيني تزيد قدرتها بمئة ضعف مئة ضعف عما أقول قيام على نقزاكي وهوريشيما من حيث القدرة التدميرية لكن الآن القنابل الهيدروجينية توقف العمل بما يسمى التجارب لها نتيجة للمخاطر الكبيرة لها يعني للروسيا في عام 1964 قامت بإجراءة تجربة تبخرت معه ثلاث جزر كاملة عن سطح الأرض وكما تفضلتم في التقرير الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1954 قامت بإجراءة تجارب أيضا عن القنبل الهيدروجينية أثرت بشكل كبير على جزر هواي وبالتالي نحن نتحدث عن قدرة تدميريها إلى مما جعل كثير من الدول يطالب بتحريم استخدام هذه القنابل أو اقتناها أو تصنيحها وبالتالي حتى عندما تم التوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي كان هناك ربط واضح ليس فقط بتقليص أعداد الرؤوس النووية بل أيضا بمحاولة احتواء ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي للدول الأربعة الرئيسية التي قامت بتصنيح هذه القنابل الولايات المتحدة الأمريكية روسيا والصين بالإضافة إلى بريطانيا يعني حتى كثير من الدول النووية التي تقدر بحوالي الآن موجودة في العالم التي تمترك التقنية العسكرية عشر دول نحت أو نأت جانبا خمسة دول عن تصنيع مثل هذه القنابل لما نديها من قدرة تدميرية هائلة ماذا لو يعني هكذا كان سؤال لتقريرنا قبل ما بدأناه ماذا لو أجد بيونج يانج تجربة على قنبل الهيدروجينية أنا أعتقد أن بيونج يانج لغاية الآن لم تقم بتجربة على هذه النوع من القنابل يعني حتى التجربة السادسة التي أعلنت عنها كوريا بشكل مباشر يعني كانت ثلاثة أربعة بالعشرة على مقياس الزلازل وحتى عندنا تصل إلى خمسة ثلاثة بالعشرة كما ورد اليوم عن زلزال حدثة أو تم رزه من جانب الصين أعتقد أن هذا لا يعني أن كوريا الشمالية قامت بإجراء مثل هكذا تجربة لكن على فرض أن تم إنتاج مثل هكذا نعم إذا تم إنتاج مثل هذه هكذا قم بلس سوف يكون تحول دراماتيكي خطير بالنسبة لكوريا الشمالية كوريا الشمالية الآن تمتلك برنامجين مهمين وهو البرنامج الصاروخي خاصة نحن نتحدث عن برنامج صاروخي متوسط وبعيد المدى تمكنت كوريا الشمالية من خلاله إلى إنتاج صواريخ الوقود الصلب وهذه الصواريخ يمكن إخفاها ووصولها إلى مسافات بعيدة تصل إلى أكثر من أربع ألاف كيلومتر وهذه نجحت كوريا في إنتاجه الأمر الثاني هو البرنامج النووي بشقيه النووي صناعة سواء الأسلحة النووية أو الهيدروجينية هي بحاجة كوريا الشمالية إلى وسائل إيصال هذه القنابل ذات القدرة التدميرية العالية لغاية الآن لم تستطع إنتاج مثل هذه الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية أو حتى رؤوس هيدروجينية وبالتالي هذا مكمن الخطر في هذا الموضوع أنه إذا استطاعت كوريا أن تصل إلى مثل هذه التقنية بمعنى وسائل إيصالها سوف أكون هذا تهديد للسلم العالمي برمته خاصة أن نتحدث عن هذه الصواريخ بحاجة ليس فقط إلى جانب تقني بحاجة إلى عملية استطلاع فضائي لإيصال هذه الصواريخ إلى أهدافها وبشكل تستطيع أن تصيب بدقة على الرغم من أنني لغاية الآن حسب التقارير التي تم إصدارها الاستخباراتية أو العلمية حول النشاطات الكورية الشمالية لغاية الآن لم تصل إلى هذه التقنيات وبالتالي الآن ما تريده كوريا هو معركة لمكاسرة الإرادات السياسية مع الجانب الأمريكي خاصة أن المتغير الشخصي حاضر وبقوة في العلاقات الكورية الشمالية الأمريكية نحن نتحدث عن الرئيس الكوريا الشمالي الذي يطلق التهديدات وبالمقابل استغل الرئيس ترامب منبر الأمم المتحدة لإطلاق أيضا صفات أو سمات على كيم إلسونغ سمى وأطلق عليه بالرجل الصاروخي وبالتالي أنا أعتقد أن المتغير الشخصي حاضر وبقوة في مسار هذه العلاقة المتغير الآخر المهم والمحوري أيضا هو ما يتعلق بالشعبوية الموجودة عند القيادتين سواء الكورية أو الأمريكية الرئيس الأمريكي يريد أن يثبت للعالم أنه فقط لا يطلق التصريحات ولا يلجأ إلى دبلوماسية تويتر لتهديد الدول خاصة الدول التي أطلق عليها محور الشر بل يريد أن يترجم هذه الأقوال إلى أفعال حقيقية وبالتالي نحن أمام محك وأمام اختبار حقيقي لمدى جدية التصريحات الأمريكية للتعامل مع الخطر الكوري الشمالي شكرا جزيلا لك دكتور نبيل علي العتوم الخبير في شؤون نووية